بسم الله الرحمن الرحيم لو ستر الإنسان عورته في الصلاة بغير القماش بشيء آخر مع التمكن من القماش هل يجزي هذا رأيان من أمثلة هذه المسألة ما يسمى اليوم بالحفاظات هناك حفاظات للأطفال وهناك حفاظات للكبار هذا الإنسان ضعيف يأتي إلى الدنيا ضعيفة وبالأواخرهم كثيرا ما يصل إلى ما يشبه تلك المراحل التي كان فيها في طفولته شي سوي يضعف فملبسي حفاظة الحين يصلي مرة لابس دشداشة ثوب فوق الحفاظة أو سروال ما في مشكلة عادي أما لو فرض أنه ما لبس شيئا هي هذه الحفاظة واقف يريد يصلي يصير على رأي السيد الخوئي رحمه الله ما يصير لأن هذا لا يسمى هذه الحفاظة لا تسمى ثوبا كأنه تعبير كلمة ثوب يلبس ثوبا يغطي عورته بثوب هذا نايلون وأمثال على رأي السيد السيستاني يجوز اختيارا وليس ملزما بأن يلبس شيئا مصنوعا من القماش زين البارحة مر الإنسان غير متمكن ما عنده سوى هذا الشيء هذا حتى السيد الخوئي يجوز ما دام مضطر هو أكيد يجوز الكلام إذا كان عنده شيء آخر يمكن أن يستطر به وأنتم هل كم ليلة كان الكلام في شرائط لباس المصلي شنو يلبس الآن الكلام في شرائط مكان المصلي الشرط الأول الإباحة فلو صلى في مكان لم يبح له صلاته باطلة الآن نفترض أنه صلى صلاة كاملة بركوع وسجود في هذا المكان المغصوب ليش أقول بركوع وسجود في المكان المغصوب لأن هناك كلام بعدين يأتي إن شاء الله لوجود في خلاف بالنسبة لمكان السجود إجمالا الآن شخص يصلي في بيت مغصوب صلاته باطلة مرة الغصب يكون للعين بيت ليس ملكا له أخذه بطريقة ما حصل عليه أو معه شركاء وهم لا يأذنون كثيرا ما تصير بين الشركاء خلافات الأقارب أخوة أخوات ورثوا بيت يحصل بينهم تنازع زين واحد منهم قاعد بالبيت والبقية مراضين لو كانوا عشرين نفر تسعة عشر راضين واحد مراضي حتى تسعة عشر ما لهم حق يتصرفون لأن هذا مشترك مشاع لابد من تراضي الكل لجواز التصرف فيه يوجد قصر صغار لابد من استئذان وليهم إذا لم يكن هناك متول شرعي وقد أذن لهم للكبار لا يمكنهم أن يصلوا ويتصرفوا في ذلك المكان يكون ملكا له أو قد يكون الشيء هو ملك له لكن منفعته مملوكة للغير بيته مأجر الواحد سجادته زوليته آجرها لشخص الآن هذا الشيء كعين هو ملك له لكن منفعته انتقلت بالإجارة إلى الغير ذاك الغير المستأجر هو ليتصرف يحق له أما لو جاء المالك دخل البيت وقف يصلي إذا ذاك المستأجر قال أنت شون بأي مناسبة تدخل هنا وتصلي يقول هذا بيتي ملكي إيه بيتك لكنني استأجرته منفعته الآن لي أو واحد ثالث يأتي يقتحم البيت على هذا المستأجر وبالأثناء يصلي مثلا طبعا يقتحم مو إلا جاي بسلاح وكذا يقول هو هذا اللي يقتحم يقوم يصلي لا قاعد عنده أخو جاي عنده هذا الأخ مستأجر شقة وقاعد فيها أخو الثاني جاي داخل عنده وذاك مو راضي يقول أنا ما أرضى تقعد عندي كذا قم أطلع ما يدير لبال أبو مو إلا أخو أبو جاي بيت الابن الابن هم مو بيته مستأجر هم فرضنا يقول لهذا هم خون مو بيتك يقول أدري مو بيتي أنا قاعد أدفع إجار أنت شلون تجي بهالمكان من دون رضاي فإذا نفس جلوسه حرام صلاته في ذلك المكان باطلة لأن المنفع للغير إذا قال له هذا مو بيتك بيت زيد من الناس يقول له إيه بيت زيد أنا مستأجرة منفعته الآن لي أنت مالك حق تتصرف من دون إذني ومن دون رضاي إذا كان مكان مشترك مشاع بين مثل ما قلت قبل قليل بين 20 نفر فرضنا 19 نفر منهم متراضين وواحد منهم مراضي هؤلاء التسعة عشر لا يجوز لهم أن يتصرفوا لماذا إذا هم قالوا إحنا نملك 19 مثلا جزء من هذا المكان أنت تملك جزء من 20 صحيح لكن هالجزء الواحد من 20 مشاع وليس مفرزة ليس مفروزة نعم لو قالوا تعالوا نفرز هذه الأرض كل واحد يأخذ حصته هذه قضية أخرى أما ما دامت القضية مشاعة كل متر كل سانتيمتر كل مليمتر مشترك بين الكل كذلك الأراضي المجهولة المالك قد توجد أحيانا أرض لها مالك لكن مجهول مسافر مثلا باقي البيت مهجور الآن ممعلوم المالك من هو يصير واحد يجي يتصرف في تلك الأرض مع أن لها مالك لا ما يصير عموما التصرف الصلاة في أرض لا يحق له التصرف فيها هذه الصلاة باطلة إذا ما علم أن هذه الأرض لها مالك أو لا فإن كانت لها حالة سابقة معلومة يدري قبل عشر سنوات كان لها مالك هل تغير وضعها يستصحب يستصحب المالكية وإذا لا أساسا في أرض برا بالبروميدري هذه إلها صاحب ما إلها صاحب الأصل الإباحة الزين الآن مرة الإنسان يركع يصلي صلاة عادية قيام قعود ركوع سجود وقعد يستند في ركوع في سجوده على هذه الأرض المغصوبة هذا المكان مو فقط نقول أرض يعني مو إلا أرض مكان الحين ممكن واحد البيت بيته وهو قاعد فيه رايح سارق له سجادة فارشها فراش مغصوب وواقف يصلي عليه هذا الفراش مكان بعد مكان واقف عليه صلاته باطلة ممكن تكون أكثر من واسطة في المكان المغصوب بين المكان المغصوب والقيام يعني على سبيل المثال هذه السجادة لو كانت مغصوبة واحد واقف عليها يصلي صلاته باطلة زيل نفرض هذه مالته لكن الكاشي اللي تحتها الرخام اللي تحتها مغصوب شايف بيت جيرانه عندهم طابوق واسمنت وقاعد يبنون وهو بالأثناء قاعد يبني احتاج له شم طابوقه بظلام الليل راح شالهم مثلا يقول شي ضر هذا عنده عشرة آلاف طابوق عشرين وحدة شا تأثر عليه تأثر لو ما تأثر ما يجوز هذا طابوق الناس أو رمل مثلا أو تشيس ميت وإلى آخره يتساهلون بيها ما يجوز طابوق الواحدة لا يجوز أخذها من دون استئذان عموما فارش لشم طابوق مغصوبة ويقول أنا أخوة مواقف عليها فارش سجاتي فوقها بالنتيجة أنت من وقفت على السجادة والسجادة على الطابوق أنت تصرفت فيها زين نحن نفرض الاسميت الاسمنت اللي تحت الطابوق مثلا تحت الكاشي هذا مسروق وفوقه طابوق ملكه والسجادة فوق الطابوق واقف عليه الرمل الاتراب والرمل اللي تحت الاسمنت مغصوب بالنتيجة حين فرضنا واحد غاصب لأرض والأرض ما يجو رأسين يوقفون كثيرا ما مو رأسين يوقفون عليها يبنوها ويجيبون اسميت ويحطون فوق طابوق ويفرشو كذا عدة طبقات لكن بالنتيجة هو مستند واقف على أرض على مكان مغصوب فصلاته فيه غير صحيحة هناك فرق خلي نرجع لديك المسألة الأولى الآن مرة واحد يصلي صلاة عادية قيام وقعود وركوع وسجود على المكان المغصوب هذا واضح صلاته باطلة لأنه تصرف الكلام أنه لو ما كان يسجد على المكان المغصوب فرضنا هذه السجادة هو يوقف عليها يكبر يقرأ الحامد والسورة وكذا ويركع ولما يريد يسجد يوخر عنها يوقف على مكان مباح ويسجد ممكن هذا يحل المشكلة السيد الخوئي رحمه الله قال إيه إذا كان سجوده في المباح على المباح وبقية الصلاة كانت على المغصوب الصلاة صحيحة طبعا هو عاصي بالتصرف لكن الصلاة صحيحة السيد السيستاني قال ما كو فرق حتى لو فرض هذا الشخص يوخر وقت السجود يوخر عن المكان المغصوب أو أساسا هو ما يقدر يسجد يقدر يركع وبعدين للسجود يأشر يومي يمكن حتى ركوعا ما يقدر يركع بس واقف ويومي برأسه بعينيه للركوع والسجود لكن واقف على مكان مغصوب هذا صلاته باطلة في كل الأحوال زين ليش السيد الخوع رحمه الله قال فقط القضية ترتبط بالسجود السيد عنده كلام مفصل بعض كلامه نقوله وهو أنه الواجبات في الصلاة أجزاء الصلاة شنو هي الانتصاب يكون الإنسان جسمه منتصب وقت القراءة وبالمناسبة الرواية تقول رواية صحيحة لا صلاته لمن لم يقم صلبه هذه مسألة مهمة ولو ممربوطة الآن بمسألتنا كثير من المؤمنين يوقف يصلي يريد يخشع شوية يعني يظهر الخضوع فشوية يحني أكتعفا للخضوع هذا خطأ وربما يخرب صلاته نص معتبر لا صلاته لمن لم يقم صلبه يعدل نفسه تمام سيدة ليكون شوية ظهر منحني ليقول أنا أريد أخضع إلا إذا مريض ما يقدر ديش مسألة أخرى لكن هذا واجب من الواجبات زين عندنا وقوف قيام قيام سموه إذا واحد يسأل ناب الله يقدر واجبات الصلاة يقول تكبيرة الأحرام زين وحده القيام جيد الركوع السجود هالشكل يعد الواجبات الحركة من القيام إلى الركوع واحد لما يخلص القراءة يتحرك إلى أن يصل إلى حد الركوع هذه الحركة من ضمن الصلاة قال لله هذه مو من ضمن الصلاة هذه مقدمة للركوع ولهذا قلت لما يعد تكبيرة الأحرام القيام شي يقول عقوبها الركوع ما يقول الانحناء للركوع وبعدين الركوع زين خلص الركوع يريد يوقف لازم يقف بعد القيام هذه الحركة إلى أن يصير منتصب هذه الحركة من الصلاة لا هذه مقدمة حتى يقدر يكون قائم وقف الحين يريد ينزل للسجود هذا الهبوط الهوي إلى أن يصير ساجد هذه الحركة من ضمن الصلاة لا مو من ضمن الصلاة هذه مجرد مقدمة حتى يصل إلى السجود المهم قعد من السجدتين يريد الآن يرد يوقف يقرأ يكون قائم هذه عملية النهوض إلى أن يقف ينتصب هذه العملية من الصلاة لا مو من الصلاة زين وعليه عرفنا هذه كلها مو من الصلاة السيد الخوئي قال هذه الحركات بما أنها مو من الصلاة هي تصرف لما يتحرك الشكل جسم واقف على المكان المغصوب وفي الفضاء المغصوب بعدها المكان تابع لشخص هذا تصرف بس هذا ليس من الصلاة عملية الهبوط والقيام هذه مو من الصلاة محرمة لكنها ليست من أجزاء الصلاة زين نفس الركوع تمام هو من أجزاء الصلاة وجسم شاغ الحيز من الفراغ لكن الواجب هو الركوع والركوع حالة وصف في الجسم حالة معينة يعبر عنها بالركوع هذه الحالة ليست تصرفة جسمه قعد يشغل حيز من الفراغ فعلا هذا تصرف لكن شغل الحيز من الفراغ شيء وهذه الحالة التي هي صفة من الصفات شيء آخر بالنسبة بالنسبة للقيام الواجب القيام هو قائم على المكان المغصوب الواجب هالصفة التي تكون في البدن أملية القيام كون جسمه يشغل حيز من الفراغ هذه مسألة أخرى رجلة محطوطة على أرض الناس مسألة أخرى القيام اللي هو وصف من أوصاف البدن هذا ما يعتبر تصرف في ملك الآخرين زين هو عليه السجود هم كذلك السجود حالة معينة يتخذها البدن هذه الحالة لا تعتبر تصرف نعم جسمه شاغ الحيز من الفراغ زين إذن ليش سيدنا سيد الخو يقول بس السجود إذا السجود صار على المكان المغصوب صلاة باطلة ليش هذه يقولها يقول لأن السجود وضع اعتماد الجبهة واليدان والركبتان هذه ورأس الإبهامين تعتمد على المكان وهذه عملية الاعتماد عملية الضغط البسيط ولو البسيط هذه تصرف هي هذه مطلوبة هذه واجبة عملية الاعتماد بما أنها صارت على مكان مغصوب هذه تصرف في ملك الغير فصارت باطلة هالعملية اللي هي واجبة وبالتالي الصلاة تبطل أما بقية الأعمال الحركات من قيام وقعود وانحناءات هذه كلها ما تعتبر تصرف في ملك الغير نعم كونه في المكان وجود في المكان تصرف وهو معصية أما هالحركات هذه مو من الصلاة ونفس الركوع صفة وهيئة للبدن وهذه الأيئة والصفة لا تعتبر تصرفا التصرف فقط في شغل المكان في شغل المكان وفي وضع رجله حال القيام والركوع على ذلك المكان ووضع الرجل على المكان ليس من الصلاة يعني لو فرضنا نحن واحد يقول ليش يعني واحد من يوقف رجله إذا مواضعها على المكان يصير فرضنا على فرض لابس له جهاز مضاد للجاذبية مثلا ما يندر مستقبل الأيام شي يصير حصل لفرض جهاز مستانس عليه لابسه واقف يصلي ومرتفع عن الأرض عشر سانتيات واقف واقف عدل مضبوط وقعد يقرأ وبالركوع هم يركع ورجليه مرتفع عن الأرض وتربها محاطها بالفضاء يقدر يعتمد عليها نفس وضع الرجلين ما لا ارتباط بعملية الصلاة عملية الصلاة قضية أخرى المهم السيد الخوي حتى لا نطول عليكم السيد الخوي قايل إذا واحد صلى على مكان مغصوب نفترض فارش لسجادة بايقها وجايبها واقف يصلي عليها يصير ايه اكو حرامية ويصلون ترى أغلب الناس يخلطون عمل صالح وعمل سيء أغلب الناس الأغلبية الساحقة الماحقة يعني حين واحد يقول عجيبة يصير حرامي ويصلي يصير يستغيب ويصلي أغلب الناس يستغيب وتصلي يصلي ويصوم ويحج ويزكي بنفس الوقت يسمع أغاني ويحلق الحيت ويشد ويستغيب وإلى آخره أغلب الناس الأغلبية الساحقة الماحقة الآن يقولون أخو ما يشرب خمر ما يشرب خمر ما حصل غالبا ما حصل هو إذا حصل يبين الحشي مثلا أو ما ارتكب الفاحشة الفنانية هو حصلها وما سواها هذا الكلام ما باقي فلوس الناس خلي طيح بيده عشرين ألف وثلاثين ألف مو عشرين دينار هذه شغالي من يرجعها مو مهمة عنده إذا جابوا بيده طاحت بيده عشرين ألف ثلاثين ألف ويقدر يأكلها يرجعها إن شاء الله يرجعها لكن هذا امتحان عسير مو كل واحد ينجح فيه فعلا أكو ناس ورث ورث أخوانهم وأخواتهم يأكلوا يستضعفهم شوف دوله أطفال هو شبير مسيطر على البيت يأكل حقهم وإلى آخرين نسوان ضعاف ما علينا فالمقصد على رأي السيد السيستاني إذا واحد صلى على مكان مغصوب حتى لو فرضنا وقت السجود وخر عن المكان لكن كان واقف أو يركع صلاته باطلة أكثر من هذا قال له صلاته بالإيماء يقول أنا أصلا ما أقدر أركع وأسجد أنا مريض واقف على المكان المغصوب بس أشر بعيوني صلاته باطلة ما دام في المكان المغصوب السيد الخوئي رحمه الله يقول بس السجود لو فرضنا وقت السجود ابتعد عن هذا المكان المغصوب وسجد على المباح صلاته صحيحة المناط فقط في السجود حتى تكون الصلاة صحيحة أو غير صحيحة الظاهر كل مواضع السجود السجود على سبعة أعظم فيها كلمة على يعني كأنه يفهم من كلمة على أنه شوية ضغط يصير إذا الحناية مسألة أخرى فرعية خلي نقولها يعني يطلع من كلام السيد أنه إذا واحد سجد فرضنا سجود العادي إحنا نصلي على التربة أو جبهت حطها على التربة بشكل خفيف يعني ما ضغطها عاجب هالشكل ما ود مثلا أو التربة شوية خشنة تزعج فخلاها الشكل شكل فوقاني في إشكال العلائية ما حصلت يكون نوع من الضغط يسير حين مو واحد يروح المرة يقوم يضغط كذا يعو الروح مقدار ما هذا المقدار المتعارب اللي نحن نسوي عادة ترب فيها كلام مكتوب ما كو مشكلة هي هذا مخوش مثال يصلح أحيانا واحد لما تكون أكو كتابة على التربة فشوية زحم عليه من يحط جبهته يخاف يتعور من خطوط وكذا خب بعد شوية يتحمل لا يحط جبهته بشكل خفيف يكون يضغط شوية حتى تتحقق العلائية على سبعة أعظم يصير يقول هاي الحين أكو شيء اسمه تصرف وشيء ثاني اسمه انتفاع ممكن واحد ينتفع بملك الآخرين وما يعتبر هذا تصرف مثليش المثال الواضح جدا لو اجي مثلا الى مكان شمس كانت شمس وفي حائط ناس له في ظل وقف بالظل يصلي قعد ينتفع ينتفع من حائط الجيران لو فرضنا راعي البيت طلع قال انت لوش توقف بظل بيتي ظل بيت ما يملك ما لحق ما لحق يمنع من الاستفادة من ظل بيته او ضياء بيته شاب لأضوية وهذا واقف ما عنده كذا ظلام جاي ماسك كتابه واقف يمهض ضياء يستضيع ما متصرف بشيء يرتبط بذاك الشخص قاعد ينتفع او يشم ريحة طعام شخص واقف وراء البيت ويشم يقدر يطلع ذاك يقول لا تشم يخص من ما حصلنا من اكلك شم هم ما نشم مثلا ما فيها اشكال اموما بالمناسبة هذا حكم اخلاقي جميل وارد في الرواية وارد ذم من اذا جاره بقتار قدره عند جار ضعيف الحال فقير ما يقدر كل يوم يطبخ وكذا هذا عنده الله ممكنه لو تودي للجار مثل ما انت تسوي لكم ودي تقول ما اريد اودي مو كل يوم تطبخ والريحة تطلع وتأذيل الجار هذا ايذاء حرام لا محرام لكن شيء مذموم في الرواية من اذا جاره بقتار قدره على كل حال واحد يجي يوقف في ظل حائط شخص اخر بظل سيارته هذا عنده لوري لوري كبير وصير له ظل تصير هاي بالطرقات احيانا واحد مسافر يجي يشوف لوري كبير شاحنة واقفة وإله ظل ويرجي يصلي يوقف في الظل اللي حاطته الشاحنة لو وإجا صاحب الشاحنة يقول لا توقف في ظلها يقول لا ما عليك أنا ما مسيتها الأرض أرض الله عز وجل وأنا واقف في الظل ما تصرفت انتفعت الانتفاع شيء غير التصرف هناك كلام آخر يرتبط بالانتفاع في الخيمة وأمثالها يأتينا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر